وللمضمر سعيد بن مبارك الوهيبي هكذا متابعين الكرام وعلى بركة الله ينطلق شوطا رئيسيا اخر بعد ان تابعنا الشوط الرئيسي الخاص بالثنايا البكار هكذا هي الانطلاقة الرئيسية للثنايا القعدان التي ستعلن من خلالها بداية منافسة قوية ورحلة اخرى ستجسد معنى التلاحم الكبير للشعارات التي تبحث دائما عن مجد تليد هنا في هذا الميدان نذكر بان هناك اعلان هام جدا سنذيعه على حضراتكم مع انطلاقة الشوط الثالث القادم بينما في هذه اللحظات اترككم مع الزميل علي بن ثامر المحشادي وقراءة تفصيلية لما بين سطور المنافسة بسم الله الرحمن الرحيم ايها المشاهدون الكرام اسعد الله صباحكم اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام اينما كنتم لا نزال متواصلين واياكم وتواصلنا لا يزال مستمرا من هنا من ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الاصيلة وها نحن نشهد انطلاقة الشوط الثاني ضمن اشواطنا المفتوحة والشوط الرئيسي المخصص لثنايا القعدان كل التوفيق ان شاء الله لجميع هذه الشعارات المنطلقة وهذه الشعارات المندفعة في هذه الرحلة الصباعية الجميلة لثنايا القعدان اذا مشاهدين ومتابعين الكرام رحلتنا هي ست كيلو مترات تتضمن 16 اسم سوف يتنافس على هذه المجريات وهذه المنافسات نبدأ في المركز الاول وبنقول الخلاوي الخلاوي العايدة ملكية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وراشد بلغويث يقود في عملية التضمير النقل والدور على المركز الثاني هناك شاهين شاهين السيد عمد بن راشد بن عبدان ينطلق على المركز الثاني الدور دور المركز الثالث هناك دخان عند عبدالهادي بن خليل الشهواني اسعد الله صباحك يا عبدالهادي يا بن خليل الشهواني على هذه الانطلاقة اذا المركز الثالث دخان النقل والدور على المركز الرابع نجد ونشاهد ضبيان العائدة ملكية للسيد ماجد بن محمد بن خلفان بن حلفان المري ينطلق على المركز الرابع النقلة والدور على المركز الخامس يفدوني رقم واحد اللي هو المختبر المختبر للسيد راشد بن عبدالله المستور ينطلق على خامس المراكز وهذا ندانا مشاهدين ومتابعين الكرام ينتهي للمرة الاولى ونعود الى القمة ونعود الى الصدارة ونعود عند المركز الاول حيث ما يسير اللي هو الخلاوي الخلاوي هو المنطلق الخلاوي هو المندفع العائدة ملكيته لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب وراشد بن غويت يقود في عملية التضمير اذا مشاهدين ومتابعين لعزاها نحن نشاهد التغيير الذي جرى وطرى على المقدمة وعلى المركز الاول المختبر المختبر لراشد بن عبدالله المستور غير الامور المختبر وانطلق في هذه الرحلة الصباحية وها هو يشق طريقة المختبر نحو المركز الاول وفعلا هو يتواجد على المركز الاول النقل والدور على المركز الثاني هناك الخلاوي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب يتواجد على ثاني المراكز النقل والدور على المركز الثالث المركز الثالث ضبيان لماجد بن محمد بن حلفان المري ينطلق على المركز الثالث ويندفع على ثالث المراكز والمركز الرابع لشاهد فراع فراع للشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني وسعيد بن راشد الزعبية تواصل مع اللي هو فراع وهذا الشعار الأصبر والأزرق واليوم المنافسة الكبيرة اليوم المنافسة الكبيرة شعار الغرافة اليوم المنافسة الكبيرة بين الغرافة وبين السد وشعار منه شعار وبران شعار وبران العيدة ملكيته للشيخ محمد بن حمد بن جاسب بن فيصل الثاني وسعيد بن راشد الزعبي يتواصل واسعد الله صباحك يزعبي على هذا التواصل وكل التوفيق إن شاء الله يا أخويا الزعبي النقلة والدور على المركز الخامس المركز الخامس هناك أدخان أدخان المتواصل أدخان المتواجد على خامس المراكز لعبد الهادي بن خليل الشهواني يتواجد على خامس المراكز هو يسكر نداني الثاني عبد الهادي بن خليل الشهواني ونعود إلى الصدارة ونعود إلى المركز الثاني لنشاهد اللي هو الخلاوي الخلاوي عندما يستعيد حقوقه المنهوبة على الصدارة وعلى المركز الأول خلاوي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مسعيد المكتوم يتواصل على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشهور الله 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 على هذه الاندفاع وعلى هذه الرحلة الصباحية الباكرة ولا تزال الضغوط الضغوط متواصلة من قبل المكتبر لراشد بن عبدالله المستور المستور يتواصل على ثاني المراكز إذن نشوف المركز الأول اللي هو الخلاوي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وثاني المراكز المكتبر لراشد بن عبدالله المستور والمركز الثالث هناك ضبيان لماجد بن حمد بن حلبان المر يتواصل على ثالث المراكز بن حلبان الله عليك يا بن حلبان ركز يا أخوي الجماعة واصلين الجماعة واصلين واصلك من الجهة اليمنى من أقصى اليمين ادخان يتسلل هذا التسلل الجميل وهذا التسلل الصريح نحو المقدمة ونحو شعارات المركز الأول النقل على المركز الخامس هناك فراع لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني يتواجد على المركز الخامس الزعبي سعيد بن راشد يتواصل أيضا على المركز الخامس يلزعبي يلله يلله يلزعبي ما يصير هالكلام ما يصير هالكلام حرك يا أخوي حرك يا أخوي قدام إذن نعود إلى الصدارة ونعود إلى المركز الأول بنقول ضبيان ضبيان على الصدارة إذن مشاهدين ومتابعين الأعزاء نعود إلى السباق ونعود إلى المنافسة ونعود مع ضبيان ضبيان لماجز بن محمد بن حلفان المري يتواصل على شعار من وش قلناه شعار وبران وصلنا شعار وبران الله 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 هذا الشعار من حصل على الخنجر والشوط الرئيسي في ميدان المرموم هناك في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة نعود إلى الصدارة نعطي حقه نعطي حقه رعي ضبيان ماجد بن محمد بن حلفان المر اللي انطلق 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 واندفع الاندفاع الجميل هذا هو الاندفاع الرسمي هذا هو الاندفاع الرسمي هذا هو الاندفاع الرسمي وما غيره اندفاع الله عليك يا راعي ضبيان ماجد بن محمد بن حلفان المر اللي اندفع الى الشوت الرئيسي الشوط الرئيسي للقعدان ها هو يمضي وخطة رسم طريق المركز الأول بدأت بالاتضاح للسيد ماجد بن محمد بن حلفان المري يا سلام سلم يا سلام سلم يا بن حلفان الله 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 تهانينا والناموس تهانينا والناموس للسيد ماجد بن محمد بن حلفان المري على فوزه في الشوط الرئيسي المخصص للقعدان تهانينا والفبروك تهانينا والمبروك وهذه لحظات وصوله وقطعه لخط النهاية أما في المركز الثاني فوصلنا فيه اللي هو الخلاوي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم والمركز الثالث من نصيف فراء لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسد بن فيصل الثاني ورابع المراكز من نصيف إدخان لسيد عبدالهادي بن خليل الشهواني والمركز الخامس الدرع لسيد محمد بن حمد بن جهوين المري إذن مشاهدين ومتابعين الأعزاء هذه لحظات منافسة شريفة ولحظات منافسة قوية جرت وطرت على المركز الأول المتقدم هنا لحظات انطلاق ووصول اللي هو ضبيان إلى خط النهاية تسع دقائق واربعين ثانية واثنين وعشرين جزء من الثانية تهانينا لسيد ماجد المحمد بن حلفان المري على فوز ضبيان بالمركز الأول أما في المركز الثاني فكان من نصيف اللي هو يبدو لي رغم تسعة اللي هو الخلاوي ننتظر لحظات وصوله تسع دقائق وخمسة واربعين ثانية بدون أي جزء من الثانية تهانينا والت مبروك لصعب سمو شيخ محمد بن راشد المكتوم والمضمن راشد بالغويف والمركز الثالث كان من نصيف اللي هو فراع قطع المسافة بتسع دقائق وستة واربعين ثانية وبدون أي جزء من الثانية تهانينا والنموس لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني والتهاني موصوله لمضمن رسعيد بالراشد الزعبي